هربا من حرارة الصيف اللاهب وانقطاع التيار الكهربائي المزمن في بغداد وبقية مدن العراق لم يجد هؤلاء المتبضعون في أسواق بغداد ملاذا مؤقتا للتخفيف من وطأة هذا الحر سوى مرشات المياه التي باتت نقطة جذب أساسية للمشات اليوم جاي السواء بالبيت ما أكل كهرباء أو بالشارع ما أكل كهرباء وقفت على هاي برد روحي متت كافي لك الله فارفحني يعني هذا الحر البشر ما يتحمل هاي بطن موية ذب على روحك توقف هنا شوية توقف هنا قل فالله علي الناس المطلعين الصوندي وهاي هاي حال الشعب منين ما تروح كئيبة وفي عراق ما بعد العام 2003 المعاناة لم تعود حكرا على البشر فقط فالحيوانات نصيب منها كما يقول أصحاب المتاجر في ظل بلوغ درجات الحرارة نصف درجة الغليان عدنا حيوانات مستوردة ما يتحمل نجو حرارتنا وكلش عالية بالعراق وفرناهم بسجد ونزقهم هاي على مدار الساعة على مد شوية تبردنا وفي حين تتباين طرق هروب العراقيين من جحيم الصيف الله وانعدام أبسط الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء رغم قلة خياراتهم لكن يستمر المواطن الذي أرهقته الأزمات الناجمة عن الفساد الحكومي بتحمل تبعاتها دون حلول حقيقية وجدية تلوح ولو في الأفق المنظور